فإيه اللي جاي؟ اللي جاي إحنا عندنا كاس عالة حنوقف في ظهر فريقنا لغاية آخر لحظة لو أنا حرجع ألعب يعني ما عندهش مشكلة لو حنرجع فولان الكابت الخطيب نرجعه يلعب حقيقة ما عندهش مشكلة حنفضل وقفين ورا فريقنا ونشجع فريقنا ونقول إن فريقنا حيكسب لغاية آخر لغاية لما حكم يصفر في مباراة منتيري وينهي المباراة هو ده النادي الأهلي وهو ده جمهور النادي الأهلي وهو ده إعلام النادي الأهلي على الحلوة والمرة معاه أو في الحلوة وفي الصعب معاه أو في السهل وفي الصعب معاه مش عشان إحنا عندنا 3,4,5,6,7 لعيبة 8,9 لعيبة مش موجودين حنشيل إيدينا لا مش ده جمهور الأهلي مختلف وحتشوفوا حضراتكم حتشوفوا النادي الأهلي بكل المنظومة نفسها من أول كابت الخطيب لغاية أصغر حد فيها مختلف هتقول لي إزاي؟ هتشوف الاجتهاد والعمل والإصرار وكل شيء وحنحط كل حاجة ورا ظهرنا عندي 6 لعابين مش هيكونوا موجودين معايا هشجع فريقي عندي بدر بنون مصاب هشجع فريقي عندي أكرم توفيق مصاب هشجع فريقي عندي مجموعة لعابين أخرى مصابين وقد يحدث أن يكون عندهم كورونا في الفترة اللي جاية وما يبقوش موجودين معايا في كاس العالم هقف ورا فريقي وشجع فريقي وحبقى عايز فريقي يكسب منتيري المكسيكي هو ده النادي الأهلي بمنتقى البساطة اللي عايز يقول بقى مسيماني غلطان مسيماني مش غلطان اللي يقف مع مسيماني اللي ضد مسيماني ما اللي عايز يقول حاجة يقولها ما عنديش أي مشكلة في الانتقاد الانتقاد الفني ولكن إحنا في ظهر فريقنا لغاية لغاية لما نموت إحنا يعني دايما أقولك إيه على الحلوة والمرة معاه إحنا على الحلوة والمرة مع النادي الأهلي هو ده مشجع النادي الأهلي وهو ده الفارق ما بين مشجع النادي الأهلي ومحب النادي الأهلي وأي حد تاني خلي بالحضرتك مشجع ومحب النادي الأهلي لا لا ورا فريقي مهما كانت الظروف أتبا اشتركوا في القناة